السلام عليكم متابعي دراما سبورت خبر جميل فيما يخص أيهم أوسو وتواجده مع المنتخب وكمان المستوى الرائع اللي قدمه إزاكيل العم ومحمد عثمان بالدوري الأرجنتيني والتايلندي وخروج النادي العربي اللي بتواجد فيه لعب منتخبنا عمر السومة أمام الدحيل قبل ما نفوض بالتفاصيل ونحكي عن كل هالمواضيع بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة اتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عب تفاصيل سوف يا صديق العزيز رح نبدأ بموضوع أيهم أوسو ممكن حكيت بفيديو مفصل عن وضعية اللاعب عن غياب وعن مبارتين مع نادي قادش وبأن اللاعب ممكن يكون جاهز للمنتخب لكن بيحتاج لفترة راحة جيدة طبعا الأخبار اللي عم توصلنا من قادش بين أيهم أوسو إن شاء الله رح يتواجد بقائمة نادي قادش أمام إشبيليا وأنه صار جاهز بشكل جيد فبالتالي الخبر الجميل بأن أيهم أوسو رجع من الإصابة لأن منتخبنا بكل صراحة عم بيعاني يعني في فترة حالية عم نحكي عن إصابة عدد هائل من اللاعبين المهمين اللي لعبوا ببئة تصفيات داليهو إيران دوست وانوح شمعون وأيهم أوسو فالغيابات كثيرة لذلك نحن بحاجة كل لاعب بالمنتخب فعودة أيهم أوسو نوعا ما تعطينا الطمأنينة على الأقل من الناحية الدفاعية أنت بحاجة أيهم أوسو نعم ممكن يتواجد إيميليان وعمور وعم يشتغلوا بأوراقه لكن أيهم أوسو لاعب لا يعوض بخط الدفاع فتواجدوا مع نادي قادش بمباراة إشبيليا بقائمة نادي قادش إذن اللاعب صار جاهز أنا شخصيا بتمنى ما يلعب هلأ في ناس ممكن تتمنى أنه يلعب ويقدم مستوى ومن هذا الكلام بصراحة أنا بتمنى أنه يعني قادش وضعيته صعبة ومباراة إشبيليا مباراة بدنية إذا لعب ممكن يلعب بآخر ربع ساعة لكن بشكل عام نتمنى بيليجرينو يعني يساعدنا نوعا ما بهاي التصفيات لأن قادش بصراحة مبارياته مصيرية وصعبة بس أملوا بالبقاء كمان صعب يعني بيحتاج لتعثر سلتا فيغو بمباراة أو مبارتين لحتى وكمان قادش يروح بالثلاث مباريات لحتى يصير الوضع السهل أو يبقى بالدور الإسباني الليجا فالوضعية قادش أساسا هي صعبة إذا لعب ما في مشكلة يعني لكن أنا بصراحة بفكر بالمنتخب أكثر من قادش إذا ضل بيبي الدور الإسباني أو ما ضل فبالتالي نتمنى أنه يكون جاهز على الأقل أيهم أوسو للتواجد مع المنتخب عودته إلى قائمة نادي قادش أمر جيد على الأقل نخلص شوي من ضغط الغيابات اللي ممكن تصير بمنتخب سوريا قائمة منتخب سوريا رح تكون فيها غيابات بسبب الإصابة ونروح للحديث عن إذا كيل العم اللي قدم بافتتاح الدور الإرجنتيني أولى مباريات الدور الإرجنتيني مستوى رائع جدا مع نادي إنتبندنتي أمام نادي لانوس وحقق نادي إنتبندنتي الفوز بنتيجة 2-0 طبعا إذا كيل لعب حوالي 70 دقيقة وقدم مباراة يعني سهرنا لحتى نتابع مباراة إذا كيل نشوف المباراة بالكامل المباراة كانت جيدة من إنتبندنتي مستوى إذا كيل كان مبهر جدا صراحة يعني بتغيير جهة الملعب الاستلام والتسليم الهدوء نوعا ما كان أحيانا البطء ببعض الأحيان كان موجود لدى إذا كيل العام لكن بشكل عام من اللعيب المميزين بتغيير جهة الملعب من اللعيب المميزين إذا الأظهرة والأجنحة كانوا متفاهمين مع اللعب يقدم مستوى ممتاز بالحالة الهجومية يعني إذا كيل العام حتى بطريقة وستايل لعبه وما نستايل دفاعي إطلاقا هو استايل استلام وتسليم وتغيير جهة الملعب ورتم المباراة تبطيء أو تسريع أحيانا أحيانا يعاب على إذا كيل العام البطء الشديد بالاستلام التفكير نوعا ما يعني أحيانا في مبارايات قوية الضغط العالي بيكون قوي فالأمر رح يكون صعب لانوس ما قدم مباراة جيدة أمام اندبندنتي اندبندنتي كان فريق مسيطر واضح جدا دخوله للدور الإرجنتيني بطريقة إيجابية وأنا عجبني بصراحة مستوى إذا كيل اللي كان ضمن التوقعات بكل صراحة يعني حاليا أنا بشوف هذه المباراة اللي 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 لعبها بافتتاح الدور الإرجنتيني هي من أجمل المباريات اللي اللي لعبها إذا كيل العام واللي شاهدته بالتسعين دقيقة بنروح لمحمد عثمان اللي دائما منشوفه موجود بالدور التايلندي وبيقدم مستوى لكن الفارق بأن يلعب مع نادي بصراحة لا مفور يعني نادي ضيئ يعني سيء جدا بيبئة الدوري التايلندي دائماً محمد عثمان بيكون أفضل لاعب بالنادي أفضل لاعب كمستوى بيقدم كل شيء لكن الفريق سيء الفريق جداً سيء أفجديات كرة القدم لا يمتلك خشونة موجودة بكل مباراة بتلاحظها بنادي لانفور في طرد للاعب لعبه بنقص عددي محمد عثمان كأحصائيات وأرقام جيد قدم مباراة جيدة ولعبة 90 دقيقة لكن الفريق بصراحة أحياناً ما بيساعد أنك حتى تأدي الفريق التايلندي يعني فيك تقول محمد عثمان هو النجم الأفضل بهذا الفريق ما في لاعب مهاجم أو لاعب مدافع يعطيك الأمل بأن هذا الفريق ممكن مرة يعني يعمل لك شيء بطولة أو شيء هنجاز مثل ما عم نشوف بالدوري الهندي على الأقل مع ثائر كرومان هذه مومباي سيتي حقق لقب الدوري الهندي وثائر كرومان متألق لأن الفريق اللي معه واللعب اللي معه ممتازين جداً فمحمد عثمان أكبر من هذا النادي اللي بيلعب فيه بكل صراحة محمد عثمان كمستوى أكبر من هذا النادي ما بعرف ليش رايح على الدوري التايلندي مستوى أفضل بكتير من الدوري التايلندي بشكل عام وأخيراً طبعاً خروج النادي العربي أمام الدحيل بنتيجة ثلاثة اتنين من بطولة كأس الأمير وبذلك النادي العربي خرج من هذا الموسم يعني فينا نقول من دون ألقاب بقطر يعني سواء بالدوري أو بكأس الأمير طبعاً حقق لقب ودي فينا نسميه لقب سوبر قطري إماراتي لكن بشكل عام العربي خرج أمام الدحيل وطريقه كان صعب يعني لو فازنا نسميه لقب سوبر قطري إماراتي لكن بشكل عام على الدحيل بده يواجه السد بالنصف نهائي والفارق كبير الفارق كبير بين الدحيل والعربي وبين السد والعربي يعني كاكا إمكانيات نادي العربي لا يمتلك مدافعين أنا إذا رحت على الملعب ولعبت قدام النادي العربي راح تجيب هدف بكل سهولة يعني ما فيه أنت بتلعب مع العربي بدك تلعب ناقص اثنين وبعدك تحاول تجيب ثلاثة بدك تجيب ثلاثة لحتى تربح أي مباراة وحكيناها عدة مرات النادي العربي بكل مباراة لازم يتسجل بمرمى هدفين وثلاثة وأربعة الأمر صعب جدا أنك تلعب مع هذا النادي اللي أساسا فيه مشكلة دفاعية ومشكلة بحراسة المرمى المدرب للموسم الثاني على التوالي نعم الموسم الماضي كان العربي أفضل مركز ثاني بالدوري كأس الأمير استغل بشكل أو بآخر بين لعيفة السد والدحيل كانوا مشغولين بمنتخب قطر وكأس العالم فبالتالي هذا الموسم بتواجد السد بتواجد الريان بتواجد الدحيل اللي عنده النجوم بكل المراكز أنت عندك نجوم ممكن يشيل الفريق بمباراة عمر السومة ممكن يشيل الفريق بمباراة يوسف المساكنة ممكن يشيل بمباراة لكن ما عندك خط دفاع يشيل المباراة إطلاقا ما عندك خط دفاع ولا خط ولا حارس مرمى فبالتالي أي شخص بيلعب قدام العربي ممكن يجيب أهداف بكل سهولة الفريق العربي عنده مشكلة بخط الدفاع عنده مشكلة بالأظهرة اللي ما بتعرف أساسا متى تتقدم إلى الأمام متى تتراجع إلى الخلف التمركز اللاعبين سواء سيمو وديالو يعني تمركز مضحك جدا يعني مأساة مأساة بالدور القطري أنك تتابع النادي العربي وتتابع الحالة الدفاعية بتحمل المسؤولي أكيد مدرب النادي العربي لأن ما حل المشكلة للموسم الثاني على التوالي الموسم الماضي كان أفضل نسبيا النادي العربي بالحالة الدفاعية هذا الموسم كارثي كارثي يعني ما في كل مباراة هدفين ثلاثة أكيد المدرب لازم يتحمل المسؤولية بهذا الموضوع بالحالة الهجومية أحيانا بتجيب هدف ممكن تشتغل على هذا الهدف تلعب على واحد صفر ما فيك أنت بالعربي إذا جيبت هدف بدك تفكر أنه راح يتسجل بمرمعك هدفين وثلاثة لحتى تجيب أربعة ومشان تتأهل فهذا الأمر صعب خصوصا أمام الدحيل اليوم المستوى كان بصراحة سيء حتى من أغلب اللاعب المهاجمين وفيراتي والكنتارا والسومة وحتى الامساكني اللي جاب الهدفين يعني ما كان المستوى المبهر بلقطتين جابها الهدفين بس بشكل عام أنا في صراحة أن العربي هذا الموسم للنسيان بشكل كامل إطلاقا الفريق يعاني بمركز الدفاع ومركز حراسة المرمى إذا ما تم العلاج فالعربي راح يتواجد دائما بيئة المركز السادس أو الخامس بيئة الدور القطري وممكن يلعب على بطولة كأس الأمير أحيانا لحتى ينصل نصف نهاية أو ربع نهاية الدحيل والسد والريان بطابق آخر مختلف حتى الغرافة هذا الموسم بطابق مختلف عن العربي وحتى الوكرة بالدفاع أفضل من العربي فأنت عندك أربع خمس فرق أفضل فلذلك هذا هو مستوى نادي العربي عم متابعها لا أكثر ولا أقل لكن بصراحة يعني مزعود جدا على الشيء اللي عم بيصير بهذا النادي اللي كان بيتواجد فيه باتستوتا وحاليا بيتواجد فيه عمر السوم ويوسف المساكني والخروج من كأس أمير قطر العربي على فكرة كان الموسم الماضي حقق هذا اللقب هذا كل شيء حاب أحكيه هارد لك لعمر السوم وخلاص يعني ما ضلت فيه مباريات للعربي انتهت كل المباريات وحاليا فترة راحة سلبية لأغلب اللاعبين بعد نهاية كل هالمباريات أتمنى يعجبكم الفيديو وتكون بصحة وخير وسلامة